نشرة تساعة من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجوك وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنات العامة وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتصقة مع ضمان توفر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجوك وزير المالية وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية بهدف تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وتحسين الانتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى كذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية وفي ذلك الإطار وجه السيد الرئيس بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة مع ضمان توفر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين والاستمرار في زيادة الانفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي حيث اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية وتحقيق تحسن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة وزيادة إرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية بما ينعكس على تحسين آداء الاقتصاد الوطني وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة